اشتركوا في القناة مهمة الاندومي الاسطوري لعبة Final Fantasy 15 تزبر من اكثر العاب اللي مرت في مراحل طويلة اثناء فترة تطويرها ففي البداية كانت بتكون لعبة اسمها Final Fantasy vs 13 وكانت بتصير احد اجزاء سلسلات Final Fantasy Fabula Nova Crystallis لكن مرت في مشاكل كثيرة ادى الى تأخيرها وتأجيلها وبعدها تم تغيير المخرج اللي فيها من تتصير نمورها الى المخرج هاجبي تباتا وبعدها تم اصدار اللعبة على جهاز بلاي سيشن 4 والإكس بوكس وان والفي سي وكان فيها مهمة جانبية شاطحة بحيث يطلبوا منك انك تسوي الاندومي الاسطوري وعشان تطبخها لازم تروح تبحث عن المقادير الخاصة فيه وعشان تبدأ المهمة جلاديو بيجو بيسألك عن ايش افضل المقادير بالنسبة لك في الاندومي وانت بتجيك ثلاث اختيارات لحم ولا بيض ولا ربيان وما يهم وش تختار لانك رح تبدأ المهمة لما تروح للمطعم تكلم رائي وبيقول لك عن وجود مهمة صيد وحوث جديدة وهو وحش البهيمث القوي والضخم ولازم تروح تذبحها وبعد ما تفوز عليه روح للمخيم وراح يتبخلك ايجنس الاندومي الاسطوري لكن في النهاية بيكون اندومي عادي جدا مع لحم يعني ما في شي كان اسمه اندومي اسطوري من الاساس والفكرة ان اي اندومي تضبطه في الطبخة راح يكون اسطوري بالنسبة لك مهمة قرالت المحشش لعبة ووتشا 3 تعتبر من اكثر الالعاب المحبوبة للجمهور والسبب يرجع لقصتها الساحرة والرسوم والبيئة الجميلة فيها واللعبة تعربت بالكامل من ناحية القوائم والنصوص واكثر شي اشتهرت في لعبة ووتشا 3 هو المهمات الجانبية واللي كانت تنافس المهمات الاساسية في اللعبة من ناحية السرد القصصي فيها والمهمة نفسها وفي مهمة شاطحة في الاضافة الثاني للعبة بلوت ان واين وفيها قرالت يروح لقرية يقولون لسكان القرية انه في وحش مختفي يهجم عليهم وعشان يحاربه لازم ياكل نوع فطر معين وهذا الفطر بيخليه يشوف الوحش وطبعا قرالت يأكل فطر ويبدأ يهلوس او يحشش ويشوف حاجات غريبة قدامه واول حاجة غريبة يلاحظها قرالت ان حصان المخلص روتش يبدأ يتكلم معاه ويدور حوار غريب ويضحك بينهم مثل قرالت يقول روتش ليش يجي كل ما يصفر وبعدها روتش بيساعد قرالت في حل الغاز في المهمة واكتشاف الوحش المختفي فعلا كانت مهمة شاطحة اطفال ياكوزا سلسلة ياكوزا من السلاسل اللي اشتهرت مع مرور الزمن ففي بدايتها ما كان لها الصيت ولا جمهور كبير في الغرب لكن بعد صدور الجزء الثالث على بلاي سيشن تري بدعوا الجماهير يتقبلونها ويتحمصوا لها اكثر وصار يصدر جزء جديد لها كل فترة الى يومنا هذا وفي مهمة شاطحة في اللعبة تكون موجودة في اغلب الاجزاء والجزء اللي يتكلم عنه هو ياكوزا كيوامي 2 في البداية رح يواجه كريو عصابة ياكوزا في الشارع يهايطون عليه وبعد ما يتهاوش معاهم ويجلدهم يجي رئيسهم ويتأسف من كريو ويطلب منه انه يجي معاه للنادي خاص يملكه هنا كريو رح يحسبه انه مكان مساج او حتى مرقص لكن يتفاجأ انه في بنت قالت له يلبس حفاظه ولما كريو رفض ضرب الجدار اللي خلفه وكشف ان كل اعضاء اليكوزا لبسين حفاظات ومسكين رضاعات ويسوون نفسهم اطفال وقال زعيم اليكوزا انه ينضم لهم كريو طبعا رفض وبعدين زعل منه زعيم اليكوزا وهجم عليه هو افراد عصابته وهم لبسين حفاظات وبعدها كريو جلدهم وطلع برا وقابل افراد العصابة هم لبسين عادي والي اعترفوا له انهم ما كانوا يبون يلبسون حفاظاتهم الاساس لكن زعيم العصابة غصبهم على كذا حاجة غريبة فعلا انتحار سيارة لعبة سايبر بانك 2077 تعتبر من اكثر الالعاب اللي مرت بمراحل تطوير وتأجرات مختلفة وبعد ما صدرت صارت فيها مشاكل كارثية في نسخ الكونسول والبي سي وفي النهاية الفريق جالس يحاول يصلح المشاكل بتحديثات الى يومنا هذا وكان فيه مهمة شاطحة فيها وهي ان في فرقة من السيارات الاجرة منذ الفكرة اوبر تمردت عن الشركة الام وعليك انك تحل مشكلة كل سيارة فيهم ووحدة من السيارات كانت زعلانة وتفكر في الانتحار وانت عليك انك تقنحها ان تبطل فكرة الانتحار من خلال الكلام معاها وسبب زعلها ان الشركة الام ما تعتني فيها ولا تقدر مشاعرها حاجة فعلا غريبة قط اغراضك في الحوش لعبة اساسن كريد بالهالا كان فيها مهمة جانبية شاطحة فكرتها انك راح تقابل شخص جالس يحاول يرمي اغراضه من فوق الجبل ولم اتسأله يقول لك ان ناوي يتخلص من حياته القديمة ويطلب منك مساعدته في رمي الاغراض وكلمة ترمي صندوق يقول لك وش يكون محتوى حاجات شاطحة تكون موجودة فيها واخر شي بعد ما تخلص بيقول لك انه باقي حاجة واحدة ما رميتها ولما تسأل عن وش هي يقول لك اشوفك في الحياة الثانية ويطب وهو في نص الطيحة يعطيك كلمة شكرا طويلة جدا ضحك حاجة غريبة وشاطحة فعلا وهذه كانت المهمات الخمسة اللي موجودة في الالعاب اللي مثل ما شفتم كانت شاطحة جدا عطونا راكم فيها واذا عندكم اي امهمات ثانية شاطحة تعرفونها اكتبوها تحت في الكومنتات يعطيك معا في المتابعة كمانكم رد الشيحة مع السلامة